أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن آلية إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي وزيارة المسجد النبوي تنظم عبر تطبيقات توكلنا واعتمرنا وذلك وفقا للتوجيهات الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية واللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة ودعا قسم شؤون الحج والعمرة التابع لإدارة الشؤون الدينية دعا حملات العمرة المرخصة والمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التأكد من التسجيل بمنصة مقيم وتطبيقات توكلنا واعتمرنا وذلك لإثبات الحالة الصحية لكي يتمكنوا من إصدار تصاريح العمرة إلكترونيا ويأتي هذا التوجيه من واقع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة قاصد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا كما تأتي هذه التعليمات متزامنة مع الإعلان عن بدء موسم العمر الآمنة لعام 1443 للهجرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اشتركوا في القناة